موسيقى 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 خوتي اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كم ديرها غازوينا حلقة اليوم غنجهروا فيها بالحقيقة دي للأوضاع ونزيدوا نكشفوهمهم البلاد والمواطنين وراه كل شيك يعرف مسؤولية الحكومة ومعاهم طبيعة الحال كل المساعدين ديالها سواء كانوا منتخبين او سلطات سرابية بلا ما انسوا المكاتب والهيئات والوكالات ديال التدبير وفين ما تحركتي راه كينة يد الحكومة المغرب كان غادي وكينتاعش في مجال التدبير في العشرية اللولة من هذا القرن ولكن وقع اللي وقع وجاتنا الضربة في الراس لما جات حكومة الويلات والنكبات ديال العدالة والثنمية وتكرفصات على المغاربة بدكش اللي يسموها والإصلاحات وهنا كانت تمرمدوا في الويلات وهالرميد الدودي خرجوا كي يعترفوا بهذه الخيبات والذلات والاختلالات انا كانت تكلم على ما داروا فينا بسبب افساد صندوق المقاصة وصندوق التقاعد وتوقف الترقيات وإقفال باب الحوار الاجتماعي وتجميد زيادة في الأجور هذا علما أن المغرب كان باخر من ناحية المالية والجافاف ما كانش عاصف به بحال اليوم ومن اللي المغاربة طجوا وطلع عليهم حزب العدالة والثنمية في الراس قردعوه بالمعقول ودركشوه مع الباب وخلوه في البرلمان رقم الشؤب اللي هو 13 يعني المغاربة داروا خدمتهم وعاقبوا اللي تكرفص عليهم عقاب تاريخي ولكن حزب العدالة والثنمية ره ما كانش حاكم بوحده كانوا معاها أحزاب خورين ومنهم التجمع الوطني للأحرار ما كانش عد المغاربة باديل واضطروا يصوتوا لصالح هات الحزب والله يكون في عون الفقاراء حيث هما الشرائح الاكتار في بلادنا وآملهم كان مفتوح على صحيح الأوضاع وتحسين مستوى المعيشة وجاهد الحزب ووعدهم بالتحسين وقال لهم تستهلوا حسن ولكن من اللي دازت نصف الولاية في حكمه لقينا أنهم قلبوا الوعد وخانوا العهد وداروا لنا ميسة في لعبة الكارطة ومشينا مع الواديل طاما يعني طبقوا لنا ما قولتهم بمفهوم نستهلوا حسن في السوق وأحسن ما كان في الغلق والصعوبات وضعف الخدمات اكتشفنا ده بعيننا محلولين باللي هاد الحكومة قدرها الله علينا تكون حكومة الجافات والإجهاد المائي والمالي يعني حكومة أزمة الأزمات وأصعب الأوقات حكومة أغلى رمضان في طارق المغرب وأغلى عيد كبير من النهار لدخل الإسلام لهذا الأرض الشريفة أرض المغرب حكومة الإضرابات والاضطرابات وقلة الاستثمارات حكومة أعلى الأرقام في البطالة حكومة الضغط التوراك والإنهاك والإمساك حكومة محروقات هكا تحرق وغلاء هكا يغلي في قطنجرة صعدة والجيوب المقطعة ولا من يخيطها والعيوب في كل مكان ولا من يسترها حكومة تضخم في كل شيء في الأتمان وفي الهموم وفي الأنانية هذه أكبر حكومة الأنانية يمكن في تاريخنا تواصل ضعيف وجهد سخيف لا ترى غير نفسها أما المواطن هادك هو وظهره حتى الوزير ما عنده جراء يقول أنا ضعيف وغلب علي المنصب وخاصني نرجع للداري فين هي فطن الزهر المنصوري؟ كتبان وتغبر وخاصنا نبرحو عليها بالبراح ونقلبوا عليها بالشمع وهذه السيدة راه عمدة تمركش يحترا ويكفيكم تشوفوا حال تمركش كيف صبحات بالأزبال والقادورات والإهمال وضعف الخدمات وهذه زعمة راه مدينة سياحية عالمية ويكفي فضيحة التسمم اللي كانت قبل العيد الكبير أما عبدالطيف الميرابي وزير التعليم العالي هذا اكشف الحكومة ما خاصها فيل جاب لها عشرات الفيلات وفين مداز بغيك حلها كيعميها ويرد المرود بدمه ما قدرش يحل ملف طلبة الطب أنا ما عرفتش كيفش كيقضيح التراسع ويقول الوسادة وينعس سؤال غريب ولكن صدقوني راني كان طرح بشدة وإلحاح كيفاش كيهنيه الضمير والحس بالمسؤولية ويخلي ويرتاح وهذا الشي اللي كيدير راه كيعطي صفعة عامية في صورة المغرب ومستقبل مهنة الطب أما الجامعة فره لها الله فضيح بالجملة وإضرابات كثيرة وأساتده جامعيين مبقاوش مهتمين بطلابتهم وبغيني تتلقف مهن خرى ويقول ليه صحفيين والنقاط قال لك مقابل الجن والبحوث مقابل الرشوة وخاج الشي قليل وما يمكنش نعمموه راه الجامعة عندها حرمة وراه الأستاذ يامي هنا نبيل وخاصنا نرعاوها الأستاذ اللي كيترقى في الأقدمية خاص طيب التلخض سرقياك تكون بالبحث العلمي والتقطير الجامعي وإلا ما كانت جامعاتنا اللي تابع الوزارة التعليم العالي الصنفات عالمياً في مواقع متدنية جداً وعربياً في مراتب متأخرة وأنا كنشعر بالخجل باش نقول للناس اللي متبعين باللي جامعة محمد الخامس يحصرا كتحت اليوم في إفريقيا رتبة سعود وعشرين من بين ربعين جامعة كنقول في إفريقيا وكنقول فوسط ربعين جامعة سبقاتنا في التصنيف حداش الجامعة من إفريقيا الجانوبية كنقول حداش الجامعة وسبقاتنا في التصنيف سعود ديال الجامعات من مصر ومن مختلف مدنها سبقاتنا تونس وغانا وإتيوبيا وأوغاندا وكينيا ونيجيريا والسودان وهذا الوزير عندنا باقي مع النقل الكرثي يمكن حد يخدم الفرانكوفونية ماشي مصالحنا التعليمية كان ياخد العبرة من ثلف الأسبق في التعليم العالي الحسن الداودي عانق الفرانكوفونية حياته كاملة واخد شهاداته الجامعية العليا من فرنسا واليوم اللي بغى الفيزا ما بغاتش تعطي فرنسا الفيزا جاب الله اعطتها لي اسبانيا من غير مصيبة التعليم والبطالة والفقر والغلاء في عهد حكومة الكفاءات كيف كيسمي ورسهم ها هي تقارير جديدة كتقول ان الاقتصاد المغربي كيعرف تراجع وانخفاض غير مطبوق في عهد أخنوش حيات المساطر معقدة والميطاق ديال الاستثمار غريب ومنفهمش وحسب بعض المعطايات راه الاستثمارات الأجنبية نزلت بكتر من 50% بشاخ بشاخ وفين بغيتوا اولادنا يخدموا هذا الشيء لش البيطالة كثيرة وفاقد 13% وطلع لنا لنوع غريب من البطالة سميتونيت يعني لخدمة لقرايا لاتكوين هذا بلا ما نتكلم على وضعنا في محاربة الفاساد اللي يقول لنا كنحتله فيه لمرتبات 97 من 180 يعني كترت البيطالة وقلت الخدمة وهي من الفقر وتزاد الفاساد ماشي على عينك يا بنادي لا على عينك يا ابو عزيز ايه استيعزيز اخنوش وش هدي في رأيكم حال انتبهوا بيها وش عقلتو شنو كانوا المغاربة يسميوا اخنوش من اللي تعين وزير الفلاحة كانوا كيسميوه استيعزيز والد الناس دخلت عليكم بالله وش باقي شي مغريبي كيسميه والد الناس ابدا حتى الناس اللي قراب ليه حيتبان على حقيقته علشنا دي يفتح وزيرت المالية والاستثمار ما خرجاتش من الباب الخلفي ديال الوزارة وتقولها سيدي فشلت مهمتي علش وزير تشغيل والتكويل المهاني يونسكوري اللي تبعاتو في ضيحة من ورا في ضيحة في وزارته ما يتقالش او يستقل علش عبداللطيف وهبي الخبير ديال التقاشر اللي قرسو لسانو كتر من مرة وورط نفسو كتر من موصيبة ما يتشجعش ويرجع لخدمته ويهنين ويهنين نفسو علش وزيرت تشفنجو الزرويات وتقرقيب الناب عواطف حيار ما تقولش هذا عار وتمشي تقلب على خدمة اخرى علش ليلى بن علي وزيرة الطاقة والمعادن ما تعتادرش للمغاربة وتمشي تخدم في فرنسا او استراليا او تدير شركة هنا في المغرب تشغل فيها الناس علش وزير النقل وحمد عبد الجليل اللي ما كيعرفوش المغاربة وبقى مخبي هاد المتكاملة ما يفيقوش رئيسه من نعاس ويطلب منه يكمل حسنته ويتخبط الصح علش نزار بركة اللي ما وفاش بعهدوف ملف تثقيف أسعار المحروقات ما يعتادرش للمغاربة وها هي غير اللجنة تنفيدي الحزبو ما قدرش عليها بسبب غياب الكاريزمية وضعف الشخصية وفين وصلوه وها هو درها كبيرة ووزع الإشهار على جاريته العالم حتى بقوا فيها غير جو صفحات ما يقرى القارئ شوفوا إهانة الصحفة وإهانة القراء وشوفوا الحزبية والزابونية والداتية فين وصلت خبيوني نوكل جاريته هدا موضوع خصوا وقفة خرا وغا نرجعوا ليها ما دامش بدنا تثقيف المحروقات ها هو الوزير السابق في الحكامة اللي كان شد هاد الملف الحسن الدودي كي أصارف بعظمة لسانه أن جلالة المالك كان موافق على هاد الإصلاح وكلف مستشاره عمر القباج باش ينصق مع الحكومة وهاد دودي كيكشف لأول مرة أن مجلس المنافسة وخى دوره غير استشاري اعتاردوا وعطى رأي مخالف قال لهم راه ما كينش ضرف استثنائي مجلس المنافسة كي ينافس على ضرب مصلحة المواطنين وها هو نفس الوزير تكلم على التواطؤات بين شركة المحروقات والتواطؤ في قضية بوطاقات اللي بقاوا غاديين بيها غاديين بيها حتا رفعوا تمانعها قولوا لي فين لقى الجهة الزينة في حكومة أخنوش وخى تقلب عليها بعشر عيون زينها كيف لبرى المدفونة في نادر ديلتمن هدي لا كينشي حاجة نذكروها بيها الخلاصة أخنوش رحل رحل قبل ما يرحلوك المغاربة في الانتخابات الجاية وديرها غازوينا